عام على توقيع اتفاق ستوكهولم لا جديد تحقق غير أن الحديدة أصبحت أخطر مكان في اليمن وفقاً لمنظمات دولية في نمفمبر 2018 وفي زيارة خاطفة قام بها غريفث إلى ميناء الحديدة أعلن أنه سيعمل على تجنيبها ويلات الحرب إلا أن الوقائع أثبتت العكس تماماً واقع مأساوي تحولت معه الحديدة إلى أكبر سجن في البلاد تغلغلت فيها ميليشيا الحثي وأخضعت سكانها لرقابة أمنية صارمة وقطعت الشوارع ونخرت البيوت بالأنفاق وحفرت الخنادق وزرعتها بالألغام 30% من سكانها اضطروا للنزوح لأسباب معيشية أو أمنية وتفرقت بهم السبل بين صنعاء شمالاً وعدن جنوباً وفي الطريق إليهما وفي مواطن الشتات تعرضوا لويلات النزوح تحل الذكرى الأولى لاتفاق ستوكهولم والحديدة قد غدت العنوان الأبرز للمعاناة الإنسانية في اليمن وفق لبيان أصدرته 14 منظمة دولية فإن الحديدة تخسر كل شهر 33 طفلاً بين قتيل وجريح جراء الحرب ناهيك عن عشرات الضحايا الذين يسقطون كل يوم تقريباً يتزامن ذلك مع الكارثة الصحية التي كشفت عجزة وتجاهل كل الجهات المحلية والدولية لأوجاع الآلاف ممن طالتهم الأمراض والأوبئة لا سيما في الأرياف البعيدة هذه المعطيات وغيرها استدعت موقفاً رافضاً لاستمرار هذه الاتفاقية التي تستنزف الحديدة إنسانياً وكان من الطبيعي أن تبرز أصوات لرفضها والمطالبة بلغائها ندفر رئاسة والتحالف إلى الانسحاب من اتفاقية ستوكهولم نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتخليص تهام من شبح الظلم والفقر والمستقبل المخيف يمكن القول إن كل ما نص عليه اتفاق ستوكهولم ليس إلا حبراً على ورق فلم تنسحب منيشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها ولم تورد لخزائن الدولة أن يتم بالغ ولم يتوقف إطلاق النار الأمر الذي يفند كل ادعاءات المبعوث الأممي الذي يضلل بها من حين لآخر المجتمع الدولي عبر إفاداته المتكررة في المقابل تتعالى أصوات المنادين بإعلان وفاة هذه الاتفاقية وإلغائها ولعل الخيار العسكري أصبح أمراً ضرورياً لحسم المعركة كما يقول مراقبون وهما يتعارض مع دعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر